أنا ربما نحن في الجزائر نتحدث كثيرا على تنظيم عشرين وخمسة وعشرين لكأس أمم إفريقيا الأمر أهم وأثقل وأعمق من تنظيم دورة كروية في كرة القدم علينا ونحن قد انطلقنا حقيقة في الميدان منذ احتضاننا للشان والكثير أذكر ربما عباد أيضا بأن الكثير كانوا يعني يبتسمون ويقهقهون ويقولون لك لماذا الجزائر تأخذ تنظيم الشان في الوقت الذي البلدان الأخرى تنظيم الكان أخذنا الشان نظمنا الشان وتابع معي كيف هي نتائج تنظيم ذلك الشان هذا الشان أتى بالكثير من الأمور الإيجابية سواء علينا كجزائر أو على القرى الإفريقية التي ربما يعني لقلناهم درس في التنظيم وفي الإمكانيات وفي البلد التحتية وفي أحقية هذا البلد الذي يريد البعض اليوم حرماله من تنظيم الكان وهو يعني لديه الكثير من السنوات غائب على التنظيم منذ سنة 1990 جزائر أحق من غيرها بتنظيم هذه الدورات ولو أنه فريد أنا أتذكر جيدا كنت على يميني قلت لك طرحت لك سؤال قلت لك لو ننجح في احتضان هذا الشان هل ستكون لنا فرصة في احتضان الكان كنت جاوبتني قلت لي الذين يعتقدون أن نجحنا في الشان سيمنحنا كان 2025 هو مجرد هراء لازلت مع رأيي أنا أتكلم على الأمور التي حدثت في كواليس تنظيم الشان وليس الشان كشان صحيح صح عندما يأتيك موتيبي يا إماد على مدار 20 يوم يأتيك ربما أكثر من مرتين إلى الجزائر ويذهب إلى عنابة ويطير في طائرة خاصة منها إلى وعراء في نفس اليوم ومنها إلى العاصمة كل هذه الأمور حدثت في الكواليس وعندما يأتيك أنفانتينو أيضا إلى بلدك ويحضر هذه الدورة كل هذه الأمور إيجابية في الوقت الذي حاول الجيران أن ينظم الموندياليتو في نفس الفترة وكانوا يظنون ويعتقدون بأن الرجلين القويين سواء في الكاف أو في الفيفا سيذهبان إلى البلد الجار ويتركون الجزائر ولم يحدث ذلك والذين يتحدثون أيضا على التنظيم في الموندياليتو ويقولون لك لقد جاب هذا الجزائر بذلك التنظيم أذكرهم بتقارير صدر مؤخرا من إدارة ريال مدريد يعانون من الكثير من المشاكل الصحية كروز يعاني كلاعب من تناول الماء في الرباط وأيضا بقية الفرقة نادي ريال مدريد تعاني من هذا الجانب لذلك دعونا هل تنشلوتي اشتكى من البرمجة أيضا؟ البرمجة والكثير من الأمور لذلك أنا عندما قلت لك لا يجب أن نعتقد بأننا عندما ننظم تنظيم أمثل لشان سوف نفوز بتنظيم الكان أنا ما زلت عند كلامي أنا فقط أتحدث عن الكواليس وقلتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر قلت لك على الجزائر أن تستغل أبشع استغلال فرصة تنظيم الشال لكي يعني تجالس الأفارقة والأعضاء في المكتب التنفيذي وتمر رسائلها وتقترب لأننا ابتعدنا كثيرا في السنوات الأخيرة مثل ما كان يتحدث مصطفى منذ قليل لقد كنا نتحارب فيما بيننا نتقاتل فيما بيننا ونسينا المعركة الأصل المعركة الأم التي هي الكاف وإفريقيا وما إلى ذلك في هذه الدورة في دورة الشن الجزائر عادت إلى موقعها ويعني تفطنت هي أيضا بأن الخطر الخارجي وليس داخلي وعندما نظمنا هذه الشن اقترب الكثير من الأفارقة إلينا واقتربنا إليهم وحدث ما حدث واليوم صرنا نتحكم في بعض الأمور التي كنا غائبين عليها في السنوات الخمسة الأخيرة